ايوانا اللي حمرت الفرخة بدون مسلقها ولا حتى سويها في الاول وفعلا بعمل كده لما يكون مستعجلة وعايز اعمل غادة سريع ما ياخدش معايا وقت وفي نفس الوقت كده يكون مميز وتعمه حلوة قوي ولو اي حد هيكل عندك الفراخ بالطريقة دي مش هيمشغل لما يوخت طريقتها منك تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي بس ما تنسوش تنزوله تحت دعموله لايك للفيديو ويلا بينا في الاول خالص كده جايبة فرخة والفرخة دي وزنها كيلو ونص وطبعا لو وزنها أقل من كده يبقى احسن بكتير وجبت بقى الفرخة طبعا وغسلتها كويس وانا اعتاه بعد كده صفتها من المياه كويس وجيت كده من عند السدر وقطعتها النصين زي يعني ما نكون هنشويها وجيت كده على العظم بتاع الفرخة وقصرته باديه وبعد كده حطيت عليها كده كيس من الاكياس بتاعت التلاجة وبدأت كده أدق على الفرخة بأي حاجة موجودة تقيلة عندكم لازم تدق عليها كويس جدا بحيث ان العظم يكسر معانا كويس وعلشان نضمن ان احنا لما نحطها في الزيت تستوي معانا كويس جدا وهنجيب كمان سكينة وهنبدأ كده نعمل فتحات في الفرخة من جميع النواحي وخصصا كده من عند الحتة بتاعة الورك وبعد كده هنفتح برضو الجلد كده من فوق وهنعمل فتحات في الفرخة وبرضو اي مكان موجود في الفرخة تحسوا كده ان هو ممكن ما يستويش معاكم هتعملوا فيه فتحات بالشكل ده تمام واحنا الخطوات دي كلها بنعملها علشان نضمن ان الفرخة تستوي معانا كويس جدا وهنجهز كمان التدبيلة فبنجيب طبق صغير نحط فيه معلقة كبيرة من الصلصة عليهم كمان فصين ثم هروسين نص معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة صغيرة من البصل البدرة ربع معلقة صغيرة من الطوم البدرة وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من بوهرات الفراخ عليهم ربع معلقة صغيرة من البوهرات المشكلة وكمان نص معلقة صغيرة من القركم هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الزيت وهنقلب كده الصلصة لحد ما يجيلي الخليط شبه المعجون كده زي ما انتوا شايفين هناخد كده الفرخة وهنبدأ نحط فيها كده التدبيلة طبعا لازم نحط التدبيلة في جميع الاتجاهات علشان بس نضمن ان الفرخة في الآخر يجينا طعمها حلو ويريد بقى لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من أنهي بلد انتعارفين ان انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح جدا جدا بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها هنا هنتبل الفرخة من فوق ومن تحت ولازم نتبلها كويس وبعد كده هنغطيها ببلاستيك ريب وهنسيبها كده حوالي نص ساعة وطبعا لو انتم مستعجلين ممكن تستخدموها على طول هنا خلاص الفرخة بعد ما تدبلتها كويس وطبعا الفرخة سبتها في التدبيلة شوية سبتها حوالي نص ساعة وطبعا كل ما تسيبوها في التدبيلة اكتر كل ما تديكم النتيجة او طعم احب وبعد كده استخنت الزيت في الطاصة وطبعا في الاول خالص النار بتبقى عالية واول لما حط الفرخة في الزيت بنهد بقى النار خالص ونسيب الفرخ كده علشان تستوي براحتها واحنا هنا التسوية بتاعة الفرخ بتبقى على مرتين المرة الاولانية بنخليها كده تاخد لون معنا وبعد كده بنطلحها من الزيت وبعد كده بنرجع نحط لها تدبيلة تانية فالمهم احنا هنا اول لما الفرخة تاخد لون على طول من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية وزي ما قلت لكم النور لازم تكون هادية جدا 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 هنا خلاص اخدت معايا لون على الناحيتين هنخرجها بقى وهنركنها على جنب ونسيبها لحد ما تبرد معنا وفي الوقت ده كده قلت اجهز كده شوية رز بس نتي وتعالى اقول لكم عمالناس زي جمنا حل على النار وطبعا حطينا فيها كده شوية زيت حلوين وبعد كده حطيت عليهم كده اربع ورقات من اللورة عليهم كمان كده تراتة من القرنفل واثنين من الحبهان عليهم كمان كده تلاتة من القرفة وقلبت بقى البهورات العطرية دي لحد كده ما رحتها بدأت تظهر معنا بعد كده حطيت عليها بصلة وسط مفرومة ناعم في الكبة وهنقلب كده البصلة شوية وهنضيف بعد كده مع لقة صغيرة من الملح تمام وهنضيف كمان نصة مع لقة صغيرة من الفلفل الاسود وضيفنا كمان مكعم من المرأة وطبعا المرأة دي اختياري ممكن تستغنوا عنها خالص تمام بس هي بصراحة بتدي طعم حلوة او مميز مع الرز البسمتي خلاص هنا كده قلمنا البصل لحد ما ديبل معنا هنضيف دلوقتي بقى كوبايتين من الرز البسمتي طبعا مخسولين ومنقعين في المية ربع ساعة وبعد كده صفناهم من المية كويس واخدنا الرز حطناه مع البصل وهندي بقى كده للرز تشوحة حلوة كده مع البصل هقول لكم بعد الوقت تركيا حلوة قوي في عمل الرز البسمتي بتجيبوا كده طبعا على جنب كده وتحطوا عليه او تحطوا فيه تلات كبيات ونص من المية هنا كوبايتين الرز هياخدوا معايا تلات كبيات ونص من المية وهنحط عليهم كده مع لقتين زغيرين من الكركم وهنقلبهم بقى مع بعض وطبعا انا هنا عملت التركيا دي لاني بيجي لتعليقات كتير ان هما لما بيجوا يعملوا الرز البسمتي ما بيجيش كده لونه زي بتاع بره فطبعا انت لو عملت الخطوة دي كده هيجي لك الرز نفسه لون الرز اللي احنا بنشتري من بره هناخد بقى كده المية وهنبدأ نضيفها على الرز وطبعا الاول خالص النار بتبقى عالية جدا لحد ما الرز يبدأ يتشرب معنا واول لما الرز بيتشرب معنا بنهد بقى النار خالص ونسيب كده الرز لحد ما يستويه بره ولحد بقى ما الرز يستوي معنا هنجهز بقى الفراخ في جبته طبق واسع وحطيت فيه نص كباية من الدي عليهم كده نص معلقة صغيرة من التوم البدرة نص معلقة صغيرة من البصل البدرة وضفت كمان كده نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان معلقة صغيرة من الكركم هنقلبهم بقى كويس مع بعض وهنضيف بعد كده كوباية إلا ربع من الميا وهنقلب بقى الميا مع دي كويس لحد ما الخليط يجيلي قوامه وسط كده ما يكونش سائل معايا قوي وما يكونش متماسك معايا جدا الخليط يجيلي بالشكل ده وكانت كمان الفراخ بردت معانا شوية هناخد بقى التدبيلة الحلوة دي وهنبدأ نحطها كده على الفراخ طبعا التدبيلة دي بتخلي الفراخ في الآخر ما قرمشها جدا 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 وبتدي لها طعم وممويز بجد أي حد هيدقها عندك مش هيمشي من عندك غلما ياخد منك طريقتها خلاص كده أنا تدبيلت كده الفراخة من تحت ورفعتها كمان فوق وتدبيلتها كويس جدا ولازم نتأكد بس ان التدبيلة وصلت لكل الأجزاء اللي موجودة في الفراخة هناخد بعد كده الفراخة وهنرجحها تاني على الزيت طبعا الزيت اللي كان موجودة عندي قبل كده خدته بس وصفيته وهي هي نفس الكمية هي ميزة الفراخ دي إن هي مش بتشرب زيت معنا خالص أول لما الزيت سخن معنا هنرجح كده الفراخ على الزيت وطبعا خد بلكم إن احنا لما بنيجي نحط الفراخ في الزيت لازم تكونوا حذرين شوية لإن الزيت بيبقى سخن تمام وهنا برضو لازم نهد النار خالص علشان بس نضمر إن الفراخ تستوي معنا أول لما الفراخ أخدت لون من تحت على طول اللي بناها على الناحية التانية وزي ما قلت لكم لازم تكونوا حذرين جدا وإنتوا بتقلبوا الفراخ وطبعا النار لازم تكون هادية جدا وهنا طبعا لو أنتم خايفين إن الفراخ ما تستويش معكم كويس ممكن في المرحلة دي تقسموا الفرخة قبل ما ترجعوها النار مرة تانية تقسموها الأربع قطع وترجعوا بقى تحطوها في الزيت تكمل السوا بتاعها بعد ما خرجناها كده من الزيت حطتها كده في منادي المطبخ علشان تصفي أي زيت زيادة موجود فيها وقلت كمان كده أعمل شوية سلسة يتاكلوا جنب الرز فجبت كده الكبة حطيت فيها طمطمية وكمان فلفل حرق وكمان فصين من التوم وحطيت كمان معلقة كبيرة كده من الكاتشاب وده طبعا اختياري وحطيت معلقة صغيرة من السلسة المعلبة وهنضيف دلوقتي معلقتين كبار من الخل عليهم معلقة كبيرة من الزيت وهنضيف كده شوية من الملح عليهم كده شوية من الكمون عليهم رشة صغيرة خالص من الفلفل الأسود وعليهم نص معلقة صغيرة من البابريكا وكمان نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة كده من الشطة البدرة وضفت كمان معلقتين قبار من المية وهنضرب بقى المكونات دي في الكبه كويس لحد ما الخليط يجيلي ناعم بالشكل ده هنحط كده الصلصة في طبق التقديم عايز اقول لكم ان دي احلى صلصة ممكن تتاجل جنب الرز البسمتي وكان كمان هنا الرز استوى معينا بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنديله كده بس تقليبه كده واريكم اديه هو مستوي ومشاء الله مش محروق من تحت ولا معجن معنا خالص تمام? هناخد بقى كده الرز وهنبدأ نحطه كده في طبق التقديم شايفين? ما شاء الله الرز حلو جدا وده بقى اللون الاصفر اللي انتو بتبقوا حابين ان انتو تجيبوه زي ما قلتلكم امشوا بالطريقة زي ما انا عملها بالزبط هيجي لكم اللون كده هنا كده غرفت الرز في طبق التقديم تمام? وبعد كده بقى هنجيب الفرخة الجميلة بعد ما حمرناها عايز اقول لكم ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو قوي بصراحة عجبتنا جدا وكان طعمها مميز وطبعا الفراخ دي معمولة على الطريقة الكوري تمام? وجنبها طبعا كده الصلصة مع الرز طبعا زي ما قلتلكم بيبقى طعمها مميز جدا وعايزة بقى كمان اقول لكم ان الفراخ بالطريقة دي بتبقى مقرمشة جدا وزي ما انتو شايفين مستوية معانا قوي تمام? دي بقى كانت نهاية الوصفة لو عجبتكم ما تنسوش عملوا لايك وتدخلوا عنديك على قناتي على اليوتيوب باسم مطبخ العيلة وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هانا وشفا